اشتركوا في القناة وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه المرجع والمآب يجازي عن العمل كثير الجزاء ويعطي الثواب لمن لم يعمل فقيراً كان أو غنياً هدية وعطاء فسبحانه غافر الذنب وقابل التوب يمحو الذنوب إذا شاء واشهد أن حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله هذا النبي العربي الذي قام بالأخلاق الفاضلة أحسن قيام وأتمها وحذر من سفاسفها وأرذلها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بآدابه وانتهجوا نهجه إلى قيام الساعة أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن نلتقي للمرة الثانية مع هذا الموضوع المبارك وهو فيما يختصم الملأ الأعلى تحدثنا في الحصة الماضية عن المقدمة درس اعتبرناه مقدمة لهذا الموضوع واليوم نتكلم عن الجزء الثاني من هذا الدرس وهو الكفارات ذكرنا الحديث الماضي بطولي وقلنا بأن هناك الكفارات وهناك الدرجات فيما يختصم الأعلى في الكفارات وفي الدرجات الكفارات ذكرنا منها ثلاثة هذه الكفارات الثلاثة أولاها هو إسباغ الوضوء على الكريهات يعني أن الإنسان يسبغ الوضوء ما معنى يسبغ الوضوء نحن العامة العامة عندما نسمع العامة يقولون فلان يسبغ الوضوء بمعنى يجدد الوضوء يجدد الوضوء هذا هو إسبغ الوضوء أو هو متوضي ويجدده رغم أنه متوضي هذا يسمى يقول لك فلان يسبغ الوضوء لكن الحقيقة أن إسبغ الوضوء هو إتمامه أن يأتي به كاملا غير منقوص بمعنى يغسل جميع الأعضاء الأعضاء الوضوء ويتم ويتم غسلها ويكون الغسل تاما كاملا هذا معنى الإسباغ ما هوش يعني بصفة خفيفة وبسرعة وقد هناك أماكن لا يصلها الماء إلى آخره إنما إسباغ الوضوء أي إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية هذا هو معنى إسباغ الوضوء لماذا لأن الوضوء مفتاح الصلاة فمن توضع وضوءا تاما جيدا مقبولا فإن صلاته مقبولا ومن ذهب وضوءه ذهبت صلاته فإذا كان الوضوء باطلا فإن الصلاة بعده تبطل وكذلك كل عبادة نعتمد فيها على الوضوء وكان الوضوء باطلا فهذه العبادة باطلة من أجل هذا كان إسباغ الوضوء من الميزات الحسنة ومن الأخلاق الفاضلة ومن مكارم الأخلاق عند المسلم أن يصبغ وضوءه أي أن يتوضى بإتقان وبتأني وبتؤدى وباطمئنان ويوصل للماء إلى كل أماكن الوضوء الشرعية ولذلك قال العلماء أن الغالب على هذه الأعمال اللي هي الوضوء إسباغ الوضوء أنها مكفرة للسيئات وأنها تحصد بها رفع الدرجات ويحصد بها مغفرة الذنوب ورفع ورفع الدرجات في صحيح مسلم عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ولذلك نجد في آية الوضوء بعدما أتم آية الوضوء الرب سبحانه وتعالى في كتف التنزيل بعدما أتم ختمها به ليطهركم أي التطهير الحسي والتطهير الباطني التطهير الحسي هو عندنا متوضع نتطهر من النجاسة ومن الأذاء والتطهير الباطني هو تطهير القلب من الذنوب والخطايا والخفايا وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى بأن هذا الوضوء أخلص فيه نية لله سبحانه وتعالى عسى الله أن يقبله من أجل هذا على المسلم أن يصافر هذه النيات عسى الله أن يتقبل منه ويقبل منه ويتوضى ويقبل على الوضوء ثم على الصلاة بصدر منشرح ونية صادقة بأن الله سيعطيه الجزاء الكثير على هذا الفعل وهناك أحاديث كثيرة وردت في تكفير الخطايا بالوضوء والصحابة رضوان الله عليهم ذات مرة على سبيل المثال كانوا في سفر من غزوة من غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك الماء قربوا من الماء فأسرع بعضهم لأنهم بالألاف أسرع بعض الصحابة ليتوضأوا قبل أن يأتي الجيش فيقع الزحام فلما أسرعوا توضأوا بسرعة فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عندهم رأى في أعقابهم العقب هو وراء القدم من القدم من الوراء من الخلف القدم من الخلف تحت الكعب فرأى لمعه يعني يقدل خمسمائة يقول هناك بيضة لم يصلها الوضوء فماذا قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار وذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس وإذا برجل قد دخل وصل ركعتين ورسوله ينظر إليه فلما أتم صلاة الركعتان قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة أعد الصلاة لماذا لأن لأنه لم يسبغ الوضوء أي لم يتوذ وضوءا كاملا فالصلاة باطلة وبالتالي أعد الصلاة نبهه بأن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة وهناك حديث عظيم أريد أن أذكره لأحبابي المشاهدين والمستمعين فيه بشرى عظيمة لنا جميعا عمر بن عبسة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يقرب وضوءه يعني الماء بشي توضى فيستنشق فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا فمه وأنفه وخياشمه مع الماء الذي يسقط ثم إذا غسل وجهه غسلا تاما إذا غسل وجهه وأتم بغسل وجهه إذا غسل وجهه سقطت أو خرت خطايا وجهه مع الماء مع قطرات الماء من أطراف لحيته ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرت خطايا يديه ذنوب يديه مع الماء من أطراف أصابعه ثم إذا مسح رأسه خرت خطايا رأسه من أطراف الشعر مع الماء ثم إذا غسل قدميه إلى الكعبين خرت خطايا قدميه من طرف أنامله أصابع رجليه مع الماء كان أبو أمامة حاضرا رضي الله قال يا أبا عبس ما هذا الحديث ما هذا يعني كان استنكر هذا الحديث هذا أمر كثير قال يا أبا أمامة أبو عبسة يقول يا أبا أمامة إني رجل قد كبرت سني وضعف عظمي وأنا رجلي في الدنيا ورجلي في الآخرة لم يبقى لي إلا أيام وألقى ربي فكيف أكذب على الله وعلى رسوله والله ما حدثت بهذا الحديث إلا بعد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة حتى عد سابعة مرات فهذه بشرى بشرى لمن يصبغ الوضوء على المكاره ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أي النفس تكره أن تتوضى لأن الجو بارد أو لأن الإنسان نعسان أو لأنه جاء من العمل تعبان أو لأن المكان المائي بعيد فالنفس تكره فيه تعب ولكنه يجبرها ويتوضى فالوضوء على المكاره تغفر به الذنوب وتمحى به الخطايا وتزداد به الحسنات وترفع به الدرجات قد يعطيك الله على نيتك الحسنات قد يكون أحد ميت وإذا به تأتي الملائكة فتأتيه بالحسنات فيسأل أي ربي من أين لي هذه الحسنات فيقال له باستغفار ولدك لك أي أن الحسنات هذه حسنات تعملها وحسنات تأتيك من غيرك وحسنات مجانية يعطيها الله لك هدية من عندي ألا ترى بأن رسول الله يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فكأنك إذا مت وتركت سنة حسنة في الدنيا تعلمها الناس في الدنيا من بعدك علمتها الناس وتعلموها ويفعلونها ويعملون بها فإن الحسنات تأتيك وأنت في قبرك كذلك إن علمت الناس سنة سيئة شيء سيء علمته الناس وتعلموه من بعدك ويفعلونه من بعدك وأنت ميد فتأتيك السيئات يأتيك الوزر تأتيك الذنوب تتقاطر عليك في قبرك كما يتقاطر المطر على الأرض وتستغر من أين هذا بالسنة السيئة التي علمتها الناس وتركتها فيهم فاحذروا من السنن السيئة بل وعلموا الناس السنن الحسنة السلف الصالح أحوالهم عجب مع الوضوء علي ابن زين ابن الحسين زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن الإمام طالب ابن علي ابن أبي طالب الإمام علي رضي الله عنه وهذا يعني من سلالة فاطمة رضي الله عنها كان إذا توضع يصفر وجهه إذا توضع وجهه يصفر نحن عند الوضوء نتحدث عن الجزيرة وما فيها من أخبار وعن كرة القدم وعن فولا تزوج ونحن نتوضع لأننا لا ندرك معنى الوضوء فلا يؤثر فينا هذا الوضوء ولا في أحاسيسنا ومشاعرنا بينما هذا الرجل يعرف ما معنى الوضوء فإذا توضع أصفر لونه فيسألونه ما بالك يا يا إمام إذا توضعت يصفر لونك قال أولا تذرون بين يدي من سأقف بعد هذا الوضوء إنني بعد الوضوء فأقوم إلى الصلاة وأقوم إلى الصلاة بمعنى أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله ليس سهلا أصعب شيء أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هناك رجل آخر يقال له منصور ابن زاذان منصور ابن زاذان هذا كان إذا توضى بكى حتى يعلو نحيبه يبكي بصوت عالي كالطفل فيسألونه فيسألونه ما شأنك يا هذا فيقول وأي شيء أعظم من شأني وأي شأن أعظم من شأني إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفى عليه خافية إذن من اعتنى بالوضوء اعتنى بصلاته وكانت صلاته صحيحة ثم الظاهرة الجديدة التي نراها الآن في المساجد وفي الميضات أن الإنسان يدخل فيفتح الحنفية ويتوضى بعشرة وخمسة عشر لترا من الماء الماء ينزل وبقوة وهو يغسل ويتوضى ويستهزئ بهذا ألا يدري هذا المسكين بأن هذا الماء الماء غالي الماء عزيز الماء هو الحياة ألم يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فالإنسان الذي يبذر ماء الوضوء مذنب ومأزور غير مأجور وقد لا تقبل صلاته قد لا تقبل قد يجازيه الله بأن لا يقبل من هو هذه الصلاة الإنسان الذي يتوضى ويبذر الماء إنسان مسرب إنسان مذنب إنسان يهدر الحياة يقضي على الحياة فالإنسان إذا دخل ليتوضى في المسجد أو في بيته فليقتصد في الماء يأتي بالآنية هذه نسميها النحاسة يأتي بالآنية ويصب فيها الماء ثم يتوضى ويغلق الحنفية يغلق الماء لماذا يأترك الحنفية ماءها يسيه وبقوة الماء الذي يذهب في المجاري وهو يتوضى قد يوضي عشر أو خمسة أو ثلاثة أو ستة فيضيع فأنت مأزور غير مأزور ثم عند الوضوء عند الوضوء لن نتحدث في أمور الدنيا ونضحك ونستهزي فلان فيه عند الوضوء يجب أن نستحضر قوة الله سبحانه وتعالى ونستحضر نعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين وأن هذا الوضوء إذا توضعناه بنية خالصة كما ذكرت في الحديث السابق فإن كل الخطايا والذنوب تخرج مع الماء من أطراف الأنامل ومن رؤوس الشعر تخرج مع الماء إلا ما بينك وبين الناس فلابد من رده والتوبة منه أما الخطايا التي بينك وبين الله اللي هي صغائر الذنوب كلها تكفر في الوضوء إذا توضعت وضوءاً صحيحاً سابغاً تاماً مقبولاً فاعلم بأن الله قد غفر لك جميع الذنوب التي ارتكبتها من الصغائر من الوضوء الماضي إلى هذا الوضوء فاحذر احذروا من تبذيل الماء احذروا من تبذيل الماء فالماء هو الحياة وأنتم معاقبون على هذا ومطالبون بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما يسألك لقد توضعت في المسجد الفلاني وأهذرت عشر لثلاث من الماء فما هو جوابك يا أخي طيب الكفارة الثانية الكفارة الثانية هي المشي على الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات هذا المشي على الأقدام من العطايا العظيمة والنعم الجليلة التي أنعم الله بها على المسلمين أن شرع لهم الصلوات في المساجد يا أخي إذا ما توضعت في بيتك ثم خرجت ذاهبنا للمسجد لتصلي أو كنت راجعا من المسجد فأنت تعيش في كفارات الصغائر كفارات تكفر بها السيئات وتكسي بها الحسنات وترفع وترفع بها درجاتك ويحط بها عنك من السيئات يا أخي وتكتب لك بكل خطوة حسنة كل خطوة تخطوها قادما من بيتك إلى المسجد أو راجعا من المسجد إلى بيتك كل خطوة تخطوها تكتب لك بها حسنة وترفع لك بها درجة وتحط عنك بها سيئة ثلاث فوائد في كل خطوة لذا كان السلف الصالح يقاصرون بين الخطاة يعني إذا كان الإنسان رايح للمسجد ينقص الخطوة يصغر الخطوة لا يمشيش بخطوة واسعة لا ينقص الخطوة يصغرها كأنها مكتف كالجمال المعقول يمشي خطوة خطوة بالعقل يقرب الخطاة الخطايا من بعضها يقرب الخطاة من بعضها البعض حتى يفوز بأكبر عدد منه من الخطوات وإذا كان بيتك قريب من المسجد فحاول أن لا تخرج من البيت المسجد مباشرة ولكن يخرج ودر طف حول المجمع السكن الذي تسكن فيه وإذا كان الوقت مازال يعني ربع ساعة وعشر دقيق عن الصلاة أبعد بالخطاة يعني أكثر من الخطاة أبعد لا تدخل من البيت إلى المسجد مباشرة ولكن بعد الخطاة أكثر من الخطاة جل حول المباني التي تحيط بك والتي ستسكن فيها حتى تفوز بأكبر عدد عدد من الخطاة فهم كنت ذاهب إلى صلاة الجماعة أو ذاهب إلى صلاة الجمعة أو ذاهب إلى صلاة العيد مثلا أو غيرها كل مناسبات السلف الصالح رضا الله عليهم ورحمهم الله كانوا يعرفون قيمة الخطأ إلى المساجد وأنها من مكفرات السيئات وأنها ستكون حسنات بالألاف بالقناطر سيجدونها أمامهم عندما يموتون بعد الموت يوم القيامة من أجل هذا كانوا يعرفون قيمة البعد عن المسجد فرجل كان يسكن في أطراف المدينة بعيد يمشي يمكن أربعة وخمسة كيلومتر أطراف المدينة وكان يأتي ويحظر مع رسول الله في مسجده الصلوات الخمس فقال له بعض الصحابة يا فلان هل اتخذت أكرمكم الله حماراً تأتي به من بيتك إلى المسجد خاصة مع صلاة العشاء وصلاة الصبح فأنت يعني هناك هوام هناك كلاب أكرمكم الله هناك حجارة في الطريق هناك شوق هناك حفر والإنار غير موجودة لا يوجد كهرباء مثل الآن فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهو يرد عليهم هذا الرجل يرد فيقول إني أحتسب على الله أو بدني كما أحتسب عليه ذهابي إلى المسجد يعني أحتسب الأجر عند الله في قدوم من البيت المسجد للصلاة ورجوع من المسجد إلى البيت بعد الصلاة أني أحتسب الأجر عند الله فقال له الرسول إن ذلك قد كله قُتِب لك إن ذلك كله قُتِب لك وبن أسرم معروفون يسكنون في أطراف المدينة بعيدين أيضا وقرروا أن يشترو مسكنا قرب المسجد قرب مسجد رسول الله يعني يحاولу ينتقلوا يبيعوا مساكنهم في العوالي في المدينة في أطراف المدينة ويشترون قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا بني سلم يا بن سلم يا بن سلم أبقوا في أماكنكم يا بني سلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أبقوا هناك الخطوات هذه ليست مجانية لا تذهبوها باء منظورا هذه الخطوات بثمنها لها مقابل من الأجر عند الله سبحانه وتعالى فلا تستهينوا بالأمر وابقوا في مساكنكم فأنتم مأجورون يا بني سلم أنتم مأجورون إذن من كان بيته بعيدا عن المسجد من كان منكم بيته بعيدا عن المسجد فهو في تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله تجارة رابحة ليه لأن البعد عن المسجد فيه خطوات كثيرة خطوات كثيرة هناك فرق بين من يمشي مئة خطوة من يمشي ألف خطوة وهذه كلها بحسابها يا إخواني وعلى هذا الأساس احمدوا الله يا من يا من بيوتكم بعيدا عن المسجد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقها هذا في الصحيحين عن أبي هريرة وفيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم فكلما كان الإسان بعيدا عن المسجد وتحمل وجاء فهذا بإذن الله مأجور وأجره عظيم وفي حديث يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة فإذا أردت أن يكون لك نورا تاما يوم القيامة تمشي به على الصراط ويوم الحشر وغيرك لا يجد هذا النور فأدم أدم أدم المشي إلى صلاة الجماعة لا تتركها مهما كان الحال وخاصة وخاصة العشاء والصبح فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل قيام صلاة القيام ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ها هو الأجر من حضر صلاة العشاء في جماعة جزاؤه أنه يحصل على أجر من قام نصف ليلة ثلاث سوايا ولا ساعتين نصف هو قائم يصلي في الليل والنسه نيب ومن صلى الصبح في جماعة أجره أنه يحصل على أجر من قام الليلة كله قائما لله يصلي ويقرأ القرآن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى فلا يفرطها الإنسان مهما كانت طيب الكفارة الثالثة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يلا انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط انتظار الصلاة بمعنى أن تنتظر تأتي قبل الصلاة بعض دقائق ربع ساعة وتجلس منتظر الصلاة لا رغبة لك في شيء ولا هدف لك إلا أنك تنتظر الصلاة إحدى الصلوات الخامس أنت جاءت في المجل هكذا عشر دقائق قربع ساعة تأخذ مصحف تقرأ أو تذكر الله سبحانه وتعالى وتنتظر حتى يخرج الإمام فتقام الصلاة فتصلي صلاة مع الجماعة ثم تنصرف هذا العمل مكفر للسيئات ومضيف للحسنات يزيدك من الحسنات هذا من الكفارات فيه زيادة الحسنات فيه تكفير السيئات وفيه رفع الدرجات طيب بعض الناس يأتي إلى المسجد ولكنه يجلس خارج المسجد وينتظر الصلاة فإذا ما قامت صلاة الدخل هذا مسكين لأن الجلوس خارج المسجد تتكلم في كلام فارغ لا قيمة له ولا معنى له لكنك إذا دخلت المسجد وأغلقت فمك وجلست لا تتكلم في أمور الدنيا أبدا إلا في أمر ديني سؤال أو غيره أما في أمر ديني فتتكلم تقرأ القرآن تأخذ سبحة تذكر الله وتنتظر فهذا هو الذي يكفر السيئات أو كنت بعد الصلاة هناك ناس كثيرون محرومون من حاجة مسكين والله محرومون من حاجة مهمة جدا هتدرون ما هي؟ هي المعقبات بعد الصلاة لما يقول الإمام السلام عليكم بعض الناس يقف مباشرة ويخرج بعد إتمام الصلاة والخروج من الصلاة وقول الإمام السلام عليكم هناك لحظات بعدها فيها دقيقتين أو ثلاثة ربما أو حتى أربعة هذه الدقائق ممتازة جدا وهي كنز لا يقدر بثمن لكن الغافلين المساكين يترقونها ويحرمون من هذا الكنز وهو أن تبقى بعد الصلاة السلام عليك بعدها تستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات فالاستغفار هذا يمحو الخطايا التي وقعت في صلاتك والسهو الذي يقع في صلاتك فأنت في الصلاة قد تقرأ آية مكتوبة أمامك في المسجد قد تنظر إلى الساعة قد تنظر إلى قفاء أخيك قد تفكر في مسألة دنيوية قد يأتيك إبليس فيفعل بك الأفاعيل فإذا ما قلت بعد السلام أستغفر الله ثلاث مرات فإنك قد رممت هذه الصلاة وما فيها من خدوش ونقائص رممتها ويقبلها الله كاملة بإذن الله غير منقوصة ثم بعد ذلك تقرأ المعاقبات سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله آية الكرسي قل هو الله أحد قل الله بالفرق والبنس إلى أخير هذه المعاقبات اجرس وقرأها فهذه المعاقبات ممتازة جدا فعند قراءة هذه المعاقبات هناك ملائكة تحضر وهناك رحمة تنزل وهناك الله سبحانه وتعالى يتقبل الجواب الأسئلة ويجيب الناس على ما يسألون يتقبل الدعاء تتنزل الرحمة تتنزل السكينة يعني الله يرحم عبادة في هذا الوقت فلماذا تخرج أنت في وقت الربح يا مصلي هداك الله هذا الوقت وقت الربح وقت الهدايا وقت المغفرة وقت الرحمة وقت إجابة الدعاء لماذا تخرج لماذا تغادر المكان ماذا ينتظرك خارج المسجد هي الدنيا الدنيا موجودة ولن تهرب أبدا العمل موجود وغيره وغيره ثم أختم أقول هل كل الناس يستطيعون أن يحضروا المساجد في السلوات الخامس أقول لا طيب من حضر السلوات الخامس وانتظر قبل الصلاة وانتظر بعض الصلاة هذا مأجور كفرت سيئاته وغفرت ذنوبه ورفعت درجاته طيب من جاء إلى المسجد ليصلي ثم ينتظر درس في المسجد سيقام درس هذا ينطبق عليه الكلام مأجور هذا تكفر سيئات وترفع الحسناء وترفع الدرجات وتزداد الحسنات بانتظارك للصلاة جلوسك بعد الصلاة المعقبات انتظارك لدرس إن كان هناك درس جلوسك بين المغرب والعشاء في المسجد تقرأ القرآن أو تقرأ الحزب الراتب أو تذكر الله أو تجف المسجد هذه كلها يكفر بها الله يعطيك الله بها أو من المكفرات طيب إنسان لا يملك الوقت لهذا ويصلي حتى خار المسجد قد يصلي في مكان عمله يصلي في بيته لظرف ما فهذا الشخص بإذن الله إن كانت نيته معلقة بالمساجد من الذين من السبعة الذين يقول الرسول سلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قد نتحدث عنهم في حصة أخرى إن شاء الله منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد بعض الناس تجده إذا سمع الأذان خلاص يصبح كأنه جالس على الشوك متى يذهب إلى المسجد هؤلاء قلبوا معلق بالمسجد أنت يا أخي قلبك معلق بالمسجد لكنك عندك ظرف أنت موظف تعمل في عمل أنت في مسافر في سيارتك أنت لك شغل أنت تشرف على مريض أنت تقوم بعمله كطبيب يقوم بجراحية أو ممرض في المستشفى أو أنت والدك مريض وأنت جالس بجانبه تعطيه الدواء وتمرضه أو أنك أنت في حد ذاتك مريض لكن القلب في بيت الله قلبك معلق بالمسجد تتحصر أنك لم تصلي هذه الصلاة في المسجد فأنت تعتبر في صلاة وتحصل على هذه الكفارة بعض الناس هداهم الله إذا جاء وقت الصلاة وكان أمامه مقابلة في كرة القدم يفضل المقابلة على أن يصلي ونحن جربنا أكثر من هذا بأن المسجد في الأيام العادية يكون فيه أربع خمس صفوء في الصلاة فإذا ما كان هناك كرة قدم فإن الصفوء تتناقص قد تصل إلى نصف صف وهؤلاء مساكين مأزورون مأزورون وليسوا مأجورين لا أجر لهم ولكن عليهم الوزر والذنب كيف تترك الصلاة مع الجماعة من أجل مقابلة بكرة أو من أجل نشرة أخبار أخبار مهمة ينتظرها وجاء وقتها فهو لا يذهب إلى المسجد ولكنه يبقى ينتظر ليسمع هذه الخصومة يصلي وحده الصلاة وحدك قد لا تكون مقبولة لكن الصلاة في الجماعة مقبولة بإذن الله اذهب إلى المسجد وصلي في جماعة فصلاتك مقبولة أما صلاتك لوحدك فقد لا تقبل قد تكون أنت تخطي أو لا تأتي بفرض أو غيره أو غيره وتكون الصلاة غير مقبولة بعض الناس لا يأتي المسجد ليه عنده ضيف جاءه ضيف الضيف الذي يجعلني لا أصلي صلاة الجماعة لا مرحبا به لا مرحبا بهذا الضيف بل هو أأخذه معي ونذهب لنصلي ثم نأتي ونعود إلى البيت هذا هو الضيف الطيب الكريم الضيف الذي يردني عن الصلاة يمنعني عن الصلاة لا أقبله ولا مرحبا به بعض الناس يتهاون أنا علي شيء من الحمى أنا تهبان من العمل أنا غلبان هذه صلاة صلاة صلى لا يا أخي أحرص على صلاة الجماعة أحرص على صلاة الجماعة فإن هذه الصلاة تكفر لك سيئاتك وتزيد من حسناتك وترفع من درجاتك أظن قد أطلت قليلا أستسمحكم ونلتقي الحصة القادمة إن شاء الله في الجزء الثالث من هذا الموضوع فيما يختصم الملاوين الأعلى ونتكلم هناك عن الدرجات وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم